يواصل مركز أبوظبي للغة العربية فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان العين للكتاب الفين وثلاثة وعشرين الذي يأتي تحت رعاية سمو الشيخ طحنون بن محمد الانهيان ممثلي حاكم أبوظبي في منطقة العين ويستمر حتى الخامس والعشرين من نوفمبر الجاري تحت شعار العين أو سعلك من الدار تتواصل فعاليات الدورة الرابعة عشرة من مهرجان العين للكتاب بأكثر من أربعمائة فعاليات وبرنامج متخصص في مجالات الثقافة والفنون والإبداع والأنشطة المختلفة حيث يسعى لغرس قيمة وجماليات اللغة العربية وآدابها في نفوس كافة الفئات ولأجل ذلك شاركت إمارة الشارقة في المهرجان عبر عدة منصات حكومية ودور نشر مقدمة أحدث إصداراتها الثقافية شارك معهد الشارقة للتراث في هذا العام بأكثر من 700 إصدار متنوعة منها المعاجم والسلاسل والمجلات وإصدارات أخرى خليجية ومحلية وعربية وأيضا عالمية لأن معهد الشارقة للتراث مهتم في التراث العالمي وتم ترجمة كثير من كتب معهد الشارقة للتراث إلى لغات أخرى صار فيه هناك حاليا في السنة الحالية 150 دار نشر إذن نحن أمام مهرجان متطور ما شاء الله في كل سنة يزداد عدد الحضور أيضا وتزداد الفعاليات وهذا أيضا في صالح الكتاب وفي صالح القراءة منشورات القاسمي كانت مشاركة هي الأخرى من بين 150 عارضا حيث استعرضت أحدث إصداراتها ومن بينها الأجزاء الجديدة من المعجم التاريخي للغات العربية كما تشارك في المهرجان جهات معنية بالشأن الأسري طبعا من جناحنا هنا نقدم لهم عدد من المنشورات والتوزيعات الثقافية التي تهم جميع أفراد الأسرة وطبعا ما سستمع الأسرية تركز على الطفل والشباب وكبار المواطنين مهرجان العين للكتاب يقدم أكثر من 60 ألف عنوان من الإصدارات أمام جميع أفراد المجتمع التواقين للثقافة حيث يلتقون أيضا بنخبة من أبرز الشخصيات والرموز الثقافية للاحتفاء بالكتاب والفنوني ومختلف جوانب الإبداع الأدبي مهرجان العين للكتاب يدعم المؤلفين الإماراتين وأعمالهم ويقدم أنشطة ثقافية متنوعة تركز على الشباب لأخبار الدار مجلس ويدي من مدينة العين